قبل الحديث عن السكيل يتوجب علينا معرفة الفرق بين السكيل وبين السايز عند تغيير على السايز الخاص بالUI إلمنت داخل السين أو بتغيير من خلال الانسبكتر على الهيط والويدف الUI إلمنت سيتم تغيير حجمه أي عمله ري سايزد وليس سكيلد يعني فيه فرق بين السايز والسكيل الري سايزينج يغير العرض والطول الخاص بالUI إلمنت ولكنه لا يمدد أي لا يعمل سكيل للUI إلمنت يعني عندما يتم تغيير السايز يعني بنعمله ري سايز الخاص بالUI إلمنت فإن هذا لا يؤثر على حجم الخط أيضا ذلك لا يؤثر على الإطار الخاص بسليست إيميجز أو الصور المكسوصة وأي تناصر أخرى لها علاقة بالUI إلمنت عندما نقوم بعمل سكيل للUI إلمنت فإن الإلمنت بشكل عام ينعمله سكيل بما يتضمن عناصر أخرى كالفونت والبوردرز والخاص بسليست إيميجز الأمور التي دائما ننصح بها هي عمل ري سايز للإلمنت بدلا من عمل سكيل يعني بالعادة إحنا ما بنعمل سكيل نعمله ري ساجز السكيلينج ممنح يعني في حالات إنه بدك تعمل يعني بدك تعكس الأوبجيك بدك تعمله فليبينج أوكي مستخدم خاصية يعني زي ما شايفين إحنا لعبنا في يعني نستخدم بنغير الهايت إذا بتحط الهايت في السالب بختفي إذا بتحط السكيل بالسالب بنعمله فليب زي ما إحنا شايفين هون فمرات بتلزمنا يعني في الانيميشن في عدة سيناريا هات أخرى